هل يمكن أن نأكل مما ننتج؟ نقول نعم الإرادة السياسية متوفرة والواقع يثبت أن يمكن أن نصل إلى مستقبل يعتمد على الفلاحة سنتابع اليوم أكثر من 30 روبرتاج أكثر من 30 ضيفا بين مباشر ومسجل طيلة يوم بالتعاون بين القناة الأولى وكل الإذاعات الجهوية لنقيم ما حصل في الواقع في الجانب الفلاحي ندرس أيضا الاستشراف والمستقبل وأيضا نرافق كل المشاريع الحيوية من خلال بث مباشر ومسجل لمستقبل الفلاحة بالجزائر طبعا صباحا ستكون القناة الأولى من خلال البلاطوهات وفي الأمسية سنتوجه إلى ولاية نموذجية حققت الطفرة برفقة ولايات أخرى لنقف على واقع الفلاحة مستقبلها المشرق إن شاء الله